السلام عليكم والرحمة الله وبركاته من فضلك للاشتراك ولايك والتعليق الفلفل الابيض يعالج البعق وصداع نوع غير معروف من التوابل بخمسة وعشرين فائدة يعد الفلفل الابيض من اكثر التوابل التتحوت وعلى قيمة غزائية عالية جدا الى ان كثيرا من السيدات فبلاد كثيرة فالعالم لا يعرفن اهمية هذا النوع من التوابل ونادرا ما يتم استخدامه فاعداد الطعام نعرض لكم فيما يلي بعض الفوائد الصحيات المذهلة للفلفل الابيض وفقا لما جاء في موقع ستيل كريز ما هي الفوائد الصحيات المذهلة للفلفل الابيض واحد تخفيف الالم الفلفل الابيض او في الواقع كل الفلفل يحتوي على مادة الكابسيسين وهي مادة ساخنة تولد الحرارة يتم استخدام هذه الخاصية الاساسيات للفلفل عن طريق استخدامه في السكين الالم والمواد الهلامية والبخاخات تحت تأثير الكابسيسين يشعر المرأة بالحرارة المتولدة في المنطقة المصابة بسبب الالم الناتج عن التشنجات او الالتواءات التي تميل الى التقليل اثنان مساعدات التهاب المفاصل يحتوي الكابسيسين الموجود في الفلفل ايضا على خصائص مضادة للالتهابات لذلك فهو مفيد للغاية لجميع المصابين بتهاب المفاصل والذين يعانون منطور مؤلم في العضلات 3- فقدان الوزن بسبب وجود مادة الكابسيسين يساعد الفلفل في حرق الدهون داخل الجسم وبالتالي يساعد في انقاص الوزن هذا هو سبب احتواء معظم ادوية وحلول انقاص الوزن على مادة الكابسيسين 4- علاج سرطان وفقا للبحث الذي اجري في جامعة نوتنجهام والجمعية الامريكية لابحاث سرطان يمكن للكابسيسين الموجود في الفلفل الابيض ان يقتل بعض الخلايا السرطانية وجد انه مفيد بشكل خاص في علاج سرطان البروستاتا ومع ذلك لا يزال يتم اجراء مزيد من البحث حول هذا الموضوع 5- معالج الصدع الفلفل الابيض مفيد في علاج الصدع يتطور الالم في الرأس عندما ينقل البكتيد العصبي المادة تيت الالم الى الدماغ ومع ذلك يمكن للكابسيسين ان يمنع هذا الانتقال وبالتالي يخفف من اعراض الصدع 6 يعالج السعال يجب على المصابين بسعال وتهاب الحلق تناول مسحوق الفلفل الابيض مع القليل من العسل الخام للحصول على راحة يتحد العسل الخام والفلفل الابيض ليكون لهما خصائص المضادات الحيوية ويولدن الحرارة فانها توفر راحة من السعال والبرد بسهولة سبعة مزيل الاحتقان يمكن ان تساعد الحرارة الناتجة عن الفلفل الابيض على تنظيف مجرى الانف وتخفيف احتقان الانف على حد كبير يمكنه ايضا محاربة التهابات المسالك الانفية عن طريق تنظيف مجاري الهواء وبالتالي مساعدة الشخص على التنفس بشكل صحيح ثمانية يمنع قرحة المعدة استهلاك الفلفل الابيض يمكن ان يقتل البكتيريا المسببة للقرحة في المعدة والامعاء لذلك فهو مفيد في الوقاية من امراض المعدة مثل القرحة والام المعدة تسعة مراقبة الضغط الدم نظرا لان الفلفل الابيض غني بالفلافون ويدي والفيتامينات سيوي فهو مفيد جدا في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة ويجب على الافراد الذين يعانون من ارتفاع الضغط الدم والمشاكل الاخرى ذات الصلة التفكير في تضمين الفلفل الابيض في نظامهم الغذائي اليوم عشرة تعزيز صحة القلب من السمات الفريدة للفلفل الابيض انه نظرا خصائصه المولدة للحرارة فانه يتسبب في التعرق كثيرا مما يؤدي الى ترد السوائل زائدة من الجسم وهذه حقيقة مفادها ان كثرة السوائل في الجسم وخاصة حول القلب يمكن ان تضغط على القلب وتؤثر سلبا على عمله يمكن ان يؤدي حتى الى احتباس الماء في الجسم الى جانب الصعوبة في التنفس بسبب الضغط المفرط على رأتين لذلك من المهم تناول الفلفل الابيض لطرد السوائل زائدة من الجسم 11 خصائص مضادات الاكسادة ان وجود الفلفونويد والفيتامينات في الفلفل الابيض مسؤول عن خصائصه المضادة للاكسادة هذا يجعل الفلفل الابيض محاربا محتملا ضد الكائنات الحية التي قد تدخل الجسم وتضل بالخلايا الموجودة فيه 12 يحسن الهضم من السمات الفريدة للفلفل الابيض انه يحفظ براعم التذوق على ارسال اشارة الى المعدة لافراز حمض الهايدروكلوريك وهو امر ضروري لهضم الطعام وهو جزء اساسي من النظام الغذائي اليوم الان 13 مراقبة السقار الدم نظرا لان الفلفل الابيض مفيد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم ويساعد ايضا في عملية الهضم فقد وجد انه مفيد في التحكم في نسبة السقار في الدم مزيج من الفلفل الابيض مع مسحوق بذور الحلبة والكركم عند تناوله مع كوب من الحليب كل يوم يمكن ان يساعد في خفض مستويات السقار انه مفيد لمعظم مرضى السقار 14 مصدر معدن غني بالفلافون ويدي والفيتاميناتك سيحتوي الفلفل الابيض على كمية كبيرة من المنغنيز والحديد والالياف الغذائية وبالتالي الفلفل الابيض يضمن امداد الجسم بالمعادن بشكل صحيح 15 وجعون الاسنان من المعروف ان مسحوق الفلفل الابيض يوفر الراحة من الام الاسنان عند استخدامه مع الملح او زيت القرنفل 16 يمنع انتفاخ البطن من المعروف ان الفلفل الابيض وجميع انواع الفلفل الاخرى لها خصائص طريد للريح مما يمنع تكوين الغازة في الامعاء لفتر طويلة فهو يعزز افراز حمض الهايدروكلوريك ويساعد في القيام بعملية الهضم بشكل افضل 17 يحسن البصر يفيد الفلفل الابيض العيون من خلال تحسين النظر ويفضل طلب المشور من ممارس اعشاب معترف به قبل استخدامه هذه الطريقة لانها قد لا تكون مناسبة لظروف معينة 18 علاج الساد يعتبر الفلفل الابيض ايضا فعالا جدا في البحث عن علاج لاعتام عدسة العين يمزج مع اللوز بنسبة 1 5 ثم يمزج مع السقار البنية والسمن انه علاج خارق للساد تم تجربته واختباره على العديد من المرضى 19 فوائد الفلفل الابيضي لبشرى عدم وضعه على الجلد مباشرة بسبب خصائصه المولدة للحرارة ولكن عند تناوله بالانتظام يساعد المرء في علاج عدد غير قليل من المشكلات المتعلقة بالجلد للحصول على بشرة صحيات بطريقة سهلة وفعالة 20 المقاية من سرطان الجلد يمكن ان يؤدي استخدام الفلفل الابيض او مسحوق الفلفل الاسود على الجلد الى منعه من التعارض لاشعة الشمس فوق البنفسجيات الخطيرة التي يمكن ان تسبب سرطان الجلد وامراض الجلد الاخرى ومع ذلك يوصى باستشار خبير بشرة لان هذا المكون قد لا يكون مناسبا لجميع انواع البشرة 21 علاج البهاق يحتوي الفلفل على مادة البيبرينة وهي مادة مفيدة للغاية لتحفيز تصبغ الجلد انه حل مثالي لحالة مثل البهاق حيث يبدأ الجلد في فقدان اصباغه ويتحول الى اللون الابيض افضل ما في استخدام الفلفل لهذا الغرض هو انه طبيعي تماما وليس له اثار جانبية مقابل الادوية الكيميائيات 21 ازالة التجاعد نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الاكسادة في الفلفل الابيض فهو علاج رائع للخطوط الدقيقة والتجاعد والبقع الدكنة والتي تعد من علامة الشيخخة البارزة يمكن ان يساعدك استخدام الفلفل في النظام الغذائي اليومي في ان تبدو جميلا وشابة لفترة اطول 22 التقشير الفلفل مقشر ممتاز ويمكن استخدامه لعمل مقشر لازالة خلايا الجلد الميتة من الجلد استخدم الفلفل الابيض المطحون حديثا لهذا الغرض يساعد استخدام هذا المقشر على ازالة السموم من الجلد للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة في الوقت نفسه نظرا الخصائص الفلفل المضادة للأكسيدة فانه سيعزز دوران الدم والاكسوجين في الجلد مما يجعله اكثر نشاطا ونظارة 23 لازالة الشعر غير المرهب فيه ازالة الشعر غير المرهب فيه على الجلد بشكل دائم باستخدام الفلفل الابيض مع الكافور في مزجيه ذين المكونين بزيت اللوز وتركي الخليط على الجلد لمدة 10 واصلة 15 دقيقة يساعد في ازالة الشعر بشكل دائم ومع ذلك ينبغي للمرأة ان يجرب هذه الطريقة على جزء صغير من الجلد لمعرفة ما اذا كان يناسب نوع بشرته ام لا في وقت لاحق يمكن تجربته على الصاقين وذراعين ومع ذلك لا تستخدميه على الاجزاء الحساسة مثل الابطين وخط البكين فوائد الفلفل الابيض للشعر مسحوق الفلفل الابيض له خصائص توليد الحرارة لذلك فهو فعال في ازالة قشرة الشعر من الشعر في الوقت نفسه يعد ايضا علاجا مفيدا لتنشيط الشعر 24 منشط للشعر يعمل الفلفل الابيض ايضا كمنشط للشعر عند استخدامه مع بذور الليمون وضع الخليط على الشعر واتركيه لمدة 10 واصلة 15 دقيقة اغسليه لتجعل شعرك لامعا ولمعا ونعما 25 لعلاج قشرة الرأس يعتبر الفلفل الابيض والاسود من المكونات الرائعة التي يمكن استخدامها في علاج مشاكل قشرة الرأس ويمزج الفلفل الابيض مع اللبان الرائب ويوضع هذا المرزيج على فراوة الرأس واغسل المرزيج بالماء بعد نصف ساعة من الاستخدام ويساعد تطبيق هذا الخليط باعجوبة على ازالة القشرة من فراوة الرأس لا تسمح للاخليط بالبقاء لفترة اطول لانه قد يحرق جلد فراوة الرأس لو سمحت لا تنسي الاشتراك والائمة وتعليق برايك علي الفيديو وشارك الفيديو مع الاصدقاء ليستفيد الجميع والسلام عليكم والرحمة له وبركاته